الطروحات الحكومية التي انتظرها المتعاملون في البرصة المصرية منذ مطلع العام باتت قابق قوسين أو أدنى بعد أن أعلنت الحكومة عن البرنامج الزمني للمرحلة الأولى بطرح من أربع إلى ست شركات بدءا من الشهر القادم وحتى مطلع العام المقبل والشركات الحكومية المزمع طرحها تندرج تحت قطاعات البترول والصناعة والبتروكيمويات وتتراوح قيمتها بين 15 إلى 18 مليار جنيه كانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن البرنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولى في البرصة والأخرى مقيدة بالفعل ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية من بين ما يستهدف تنشيط أداء البرصة المصرية الذي يعكس التأثر الإيجابي ببرنامج الإصلاح الحكومي وكذا توسيع قاعدة الملكية لتلك الشركات عن طريق مساهمة الجماهير لتتمكن هذه الشركات من التوسع في أنشطتها حسن فودا الإخبارية القاهرة